بسم الله الرحمن الرحيم أول مثال عايزين نتكلم عليه كهيدروليك سيركيت اللي هو سيمبل سيركيت ويز فيكسي ديسبليسمينت بامبس ده مثال بسيط جدا بيكون مكونات بيوضح المكونات الرئيسية للدائرة وهي بتكون بامب ودايما اتفقنا مع البامب بيكون فيه ريليف فالف وده مسؤول عن عمل حماية للدائرة ثم ديريكشنال كنترول فالف والسيلندر المطلوب تشغيلها اللي لازم علشان ندرس حركة أو عمل هيدروليك سيركيت لازم نضع كل الأوضاع أو ندرس كل الأوضاع اللي بتاخدها السيركيت دي ونتأكد ان ما فيش اي خطأ ممكن يحدث فنبدأ بالوضع الاول وهو وضع النورمل اللي هو بدون اي تشغيل لو البامب اشتغلت الزيت له مصار محدد هيبدأ يمشي في هذا المصار وطبعا طريق بتاعه مفتوح من خلال الفالف الى التانك وبالتالي وضع النورمل ما فيش اي مشكلة فيه لان الزيت بيلاقي طريق مباشر الى التانك دون الحاجة الى رفع الضغط وبالتالي الريليف فالف مش هيفتح في هذه الحالة لو اليد دي اللي هو الكنترول على هذا الفالف وطبعا واضح ان الكنترول هنا يدوي لو اليد دي اتحركت في هذا الاتجاه بحيث ان هذا الوضع او هذه الغرفة تحل محل الغرفة دي ايه اللي هيحصل؟ ساعتها الزيت هيطلع من البنب هيلاقي طريق الى السيلندر في هذا الاتجاه بحيث انه هو يدف البستون الى اليسار في هذا الاتجاه وبالتالي السيلندر هيحصل لها ريتراكت والزيت اللي موجود في الخلف هيلاقي طريق تاني الى التانك ده الوضع الاول اما الوضع التاني فلو اليد دي اتشدد في هذا الاتجاه لاعلى يبقى الغرفة دي هي اللي هتحل محل الغرفة الوسط وبالتالي الزيت اللي طالع من البنب هيلاقي طريق من هنا الى السيلندر وبالتالي هيبدأ الزيت يدخل ويدف السيلندر بحيث انها تعمل اكستيند اما الزيت اللي موجود خلف السيلندر هيلاقي طريق طبعا من خلال الفالف ايضا الى التانك وبالتالي المثال ده يوضح سيمبل سيركيت ليه فكس الديسبلسمنت بامب مثال تاني على الهيدروليك سيركيت وهو مثال بيوضح عمل السيكونس فالف او صمام التتابع عشان نفهم المثال ده خلينا نتخيل شغلانة معينة او عملية معينة بالتم والعملية دي بتتطلب عمل اتنين سيلندر مع بعض السيلندر الاولى مسؤولة عن الكلامب يعني مثلا فيه شغلة معينة بيتم عملها ففيه سيلندر مسؤولة مكبس بينزل يمسك الشغلة يعمل تثبيت لها كلامب والمكبس التاني بيعمل عملية التشكيل او الشغل اللي بيتم على هذي الشغلانة ونسميها الاكستيند سيلندر يبقى انا عندي تو سيلندرز هيتحركوا سيلندر الاولانية اللي هي الكلامب سيلندر والسيلندر التانية اللي هي الاكستيند سيلندر الوظيفة بتاعة الفالف دي هتخلي التو والتو سيلندرز دول يتحركوا يعني بالتتابع فطبيعي لازم الكلامب سيلندر تتحرك الاول وتمسك الشغلة المطلوب عملها ثم بعد كده تتحرك الاكستيند سيلندر علشان تنفذ هذي الشغلة هنلاحظ ان فيه فالف زيادة اللي هو الفالف ده كمجموعة على بعض هو ده اللي بيسمى السيكونس فالف طيب عشان نفهم الشغل بتاع هذا الفالف تعالى ندرس حركة السيلندر دي او حركة السيركت دي في الاوضاع المختلفة نبدأ بالوضع الاول وهو وضع النورمل يعني مافيش اي اوامر للتشغيل لو الزيت طلع من البامب هيلاقي طريق او مصار للتانكو وبالتالي مافيش اي مشكلة في وضع النورمل الاشارة دي دي اشارة كهربية لو احنا اعطينا اشارة كهربية لهذا الفالف فالغرفة دي هتحل محل هذه الغرفة وبالتالي الزيت هيلاقي مصار الى اللاين ده في الدخول طيب الزيت لما يدخل من هنا هيبقى امامه مصارين مصار للكلام بسلندر ومصار اخر للإكستيند سلندر ولكن لازم يمر من خلال الإكستيند فالف هنلاحظ حاجة هنا ان الإكستيند فالف مكوناته نوعين من الفالف فالف يعتبر بريشر كنترول فالف وفالف تاني اللي هو تشيك فالف الفلو لو جاي في هذا الاتجاه طبعا اللي تشيك فالف كده مغلق يعني مستحيل الفلو يعدي في هذا الاتجاه طيب الفلو هيضطر يجي من هنا لو جاي من هنا هيلاقي الطريق مغلق وبيحتاج بريشر عالي علشان يفتح هذا الفالف طبعا بيبقى الفالف ده ادجاستنج عند ضغط بيكون اعلى من ضغط تشغيل الكلام بسلندر وبالتالي الفلو هيمشي للكلام بسلندر الاول وهيحركها بحيث انها تمسك الشغل وبعد ما يحركها يبدأ الضغط يزيد بعد ما تخلص المشوار بتاعها يبدأ الضغط يزيد في السيركت ككل وبالتالي الضغط يرتفع في هذا اللاين فيقدر يفتح الطريق اجينست السوستة بتاعة الفالف ده ويبدأ يدخل للإكستيند سلندر وتبدأ عمل المشوار بتاعها يبقى الحركة اللي تمت دلوقتي بسبب وجود هذا الفالف ان الكلام بسلندر تحركت في الاول ثم بعد كده الاكستيند سلندر ده في الوضع الاول لو جينا نتابع حركة الزيت الخلفي اللي هو الزيت اللي هيطلع من السلندر هنجد انه هو ليه مصار من خلال الفالف برضو الى التانك سواء كان من هذا المصار من الكلام بسلندر او من الاكستيند سلندر ايضا هيلاقي مصار العودة الى التانك نيجي للوضع التاني لو عملنا اكتيويتنج لهذا المفتاح الكي ده لو عملنا له اكتيويتن البوزيشن ده هو اللي هياخد وكان وضع النورمل وساعتها الزيت هيلاقي طريق يمشي من هذا الاتجاه طيب الزيت لما يمشي كده هيروح فين هيلاقي قدامه طريقين طريق للكلام بسلندر وطريق ايضا الاكستيند سلندر مباشرة هيبدأ يحرك الاكستيند سلندر الاول ولا الكلام بسلندر الاول هنلاقي الحركة بتتم الاكستيند سلندر بترجع اولا تبدأ تتحرك الاول والزيت اللي طالع منها بيلاقي مصار من التيك فالف الى التانك لانها بتكون اقل ضغطا ثم الكلام بسلندر بعد كده تبدأ الحركة بتاعتها يبقى وجود هذا الفالف عمال لتتابع في حركة التو سلندر